الانشغال زي التهديد كله تجاوز في حق الحياة الزوجية والتعويض أسوأ أنواع التجاوز في الحياة الزوجية ويشعر الطرف الآخر بعدم الأمان والخوف ولازم الزوج يشعر زوجته على طول أنه متعلق بيها هناك مهارة إحنا تكلمنا عنها قبل كده مهارة التأمين الزواجي لازم يتعلمها الرجالة وأنه يشعر زوجته أنه هي أولى أولوياته لأنه هي إلا حاصل ما عندهاش غيره في الحياة وكذلك الزوجة لازم تشعر زوجة بكده طب نعمل إيه؟ أنا أقول شوية إجراءات بسرعة كده لابد من الاعتراف بالخطأ في الحالة دي وهنا مش المراد كشف الستر وإنما أحد الطرفين يقول للآخر أنا غلطان وانشغلت عنك مش يقوله أنا عوضت نفسي بيه بحد تاني وما يقولوش أن أنا اكتفيت بحد تاني ولكن يقوله على فكرة أنا ما كنتش عارف أمتك أنت أمتك اللي أنت مالي حياتي فلازم يعتذر يعتذر على أنه نشغل ويبتدي رحلة لاسترداد الثقة الأمر التاني على طول لازم نبتدي نبحث عن المشترك بيننا ولو ما فيش نبنيه ونبني حالات مشتركة ولو في شخص ممتلئ لابد أن احنا نحاول نعمله حالة من حالات التنفيذ نسمعه تالت حاجة مهمة جدا جدا لازم نغير برنامج حياتنا اليوم عشان في حاجات كتيرة لازم تتغير عشان نجدد حياتنا لأن الروتين اليوم بتاع حياتنا هو اللي وصلنا لده وندخل في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه احنا محتاجين إن احنا نركز على ده ونتعامل مع ده بكل قوة بكل وضوح بكل سرامة لإني إذا فضل التعويض الزواج على حاله ده للأسف ببساطة هيخلي الحياة تآكل ولكن حتى لو قينا في التعويض كل حاجة إن شاء الله ممكن بمدد ربنا وبتيسير ربنا وإن شاء الله ثم الإجراءات اللي احنا قلناها ممكن نجد خير كتير ترجمة نانسي قنقر